السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله هذه الاذاعة المباركة نعتز بها لماذا انا اولا اول ما جئت الى هذه الاذاعة اول ما جئت رأيت النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم اقولها لاول مرة وابوح بها اول ما جئت للعمل في هذه الاذاعة منذ حوالي اربعة عشر سنة وكان عندي خيارات كثيرة ان ادب الى هنا او هنا او هناك وكنت محتار واستخرت المولى عز وجل رأيت رؤية مباركة معظمة رأيت على عتبة باب هذه الاذاعة والشارع كبير كما تعلمون شارع الاذاعة كبير ميد راديو اذاعة الشارع الزرقطوني من اكبر واوسع وارحب الشوارع في الدار البيضاء رأيته فارغا وكأن لا احد يوجد فيه ثم رأيت موكبا عظيما جليلا قادما مثل الموكب الملكي لكن هذا الموكب لم يكن على سيارات ودراجات نارية وانما كان على خيول وتلك الخيول تتقدم نحو هذه الاذاعة فاندهشت وكنت البس لبسا ابيضا بسيطا فوقع لي اندهاش كبير فاذا بي ارى ان هذا الخيول هم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الانصار والمهاجرين وجوههم فيها نور وفيها ضياء وفيها بركة ويتقدمهم سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كما هو في كتب الاسيرة النبوية مرسوما كان طويل القامة عريض المنكبين مهاب الجانب فلما رأيت سيدنا عمر فرحت وساعدته فاذا بسيدنا عمر يقول افسحوا الطريق افسحوا الطريق فاذا بالصحابة رضي الله عنهم يفسحون الطريق فاذا بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله على الصورة التي ذكرها علماء السيرة في كتب الشمائل والصفات بعمامته ولحيته الكثة واسنانه فيها الفلجة وبكل عيونه وحاجبيه وقامته وعمامته وهندامه رأيته كما هو مرسوم عندك علماء الحديث وفي كتب السير والمغازي والشمائل والصفات فاذا بسيدنا النبي امامي فانحني فاقبل يده الكريمة فيقول لي اتبت هنا اتبت هنا اتبت هنا على مقر هذه الاذعة وكان عندي خيارات كثيرة ان اذب الى هنا او هنا او هناك لكن قال لي اتبت هنا ثم اذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقني بشارة قال لي ستأتي عندي كل سنة الى الحج وفعلا مقع اربعة عشر سنة متتالية سبحان الله كنت اجد نفسي من دون تدبير ولا فعل اجد نفسي عندي 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 حقيبة فيها كل ما يحتاجه الحاج واذهب الى الديار المقدسة معززا مكرما منعما واعود معززا مكرما بشارة كريمة فنريد ايها الاحباب الكرام من الان ان نبدأ فترة جديدة لان كل كل مؤسسة هي بحل الانسان يكون مرحلة قفولة ثم مرحلة المراهقة ثم مرحلة النج ونحن نعتقد بان في اداعتنا ميد راديو وصلنا بامر الله تعالى الى مرحلة النج وسوف نبدأ عهدا جديدا مباركا سيكون مليئا ومكتفا بالقرآن العظيم وبسنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وبالتبحر في قضايا الفقه الاسلامي سوف نتبحر في الفقه الاسلامي في مجال العبادات وفي مجال المعاملات وفي مجال الاسرة وفي مجال التجارة والمعاملات المالية وفي قضايا حتى العلاقات الدولية ما يسميها الفقهاء بالعلاقات الدولية في الفقه الاسلامي ونركز خصوصا خصوصا على معرفة الله لان الغاية من الوجود هي معرفة الله لماذا خلقنا الله اصلا في هذا الوجود خلقنا لمعرفته وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون قال ابن عباس رضي الله عنه ترجو من القرآن معناها ليعرفون أنك تتعرف إلى الله سنركز على معرفة الله في كل شيء كل ما في الوجود يدل على معرفة رب الوجود ولعل أول شيء نقر مثلا يقول الله تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه الطعام قبل أن تأكل ينبغي أن تتعرف على نعمة الله وتعرف كرمه وجوده عليك فلينظر الإنسان إلى طعامه إن صببنا الماء صبا وشأقنا الأرض شقا فأنبتنا منها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحذائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم هذا فيه دليل على التأمل في ملكة الله كل شيء سنركز إن شاء الله تعالى في دروسنا المستقبلية بإذن الله الواحد الأحد وتوفيقه على معرفة الله في كل شيء نتعرف إلى الله تعالى في علم الأجنة في طبقات السماء في طبقات الأرض في الجو في البحر في النهر في الأشجار في الحيوانات وفي قضايا المجتمع والقضية الثانية هي حب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم سنركز على أننا نكون نسير نحو سيرته العطرة المستقيمة سيكون أستاذنا ومرشدنا هو سيدنا النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وسنعمل بإذن الله تعالى على فتح النقاش مع جميع أبناء المجتمع في كل القضايا المطروحة بإذن الله وسيكون عندنا نقلة نوعية إلى الأمام سنكون إن شاء الله تعالى نعبد الطريق إلى أين إلى الجنة وسنعمل على نصرة قضايا أمتنا الإسلامية وعلى نصرة قضايا وطلنا المغربي وسنعمل على نشر القيم الإنسانية الخالدة الذي علمنا إياه الإسلام أول ما علمنا الإسلام علمنا أننا نسير نحو المحبة والمودة والتضامن والعمل على الخير للجميع وقل اعملوا فسيرضه عملكم ورسوله والمؤمنون ونركز على الوحدة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ونحرص على الحوار مع الآخر ربنا عز وجل قال قال أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن ونحرص على أن نعمل على خلق دينامية كبيرة لنشر الفكرة الإسلامية والعقيدة الدينية في كل الاتجاهات فربنا يقول يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنت وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ونريد منكم أيها الأحبة الكرام أن تشاركون وتتفاعلوا معنا في كل يوم سيكون هناك نبراس من القرآن العظيم ونبراس من السنة نربطه بمشاكلنا اليومية المشاكل النفسية المشاكل الاجتماعية المشاكل الاقتصادية وحتى المشاكل التي تخبط فيها وطننا في قضايا كبرى نحلها ونساهم في النقاش دائما المرجعية هي كتاب الله تعالى في يميننا وسنة النبي الكريم في شمالنا ولسير على بركة الله وأول ما نبدأ به في حلقة هذا اليوم نبدأ بالحديث النبوي الشريف الذي ذكره الإمام البخاري في صحيحه وسوف ننتصر للسنة لأن أعداء السنة الذين ينكرونها غايتهم هو أنهم يخلقون البلبل والفوضى في صفوف المسلمين ننتصر للسنة سيكون عند كل جمعة صباحا درس مع السنة لماذا السنة بالضبط؟ لأنها قول النبي الكريم وربنا عز وجل كل جمعة يرد الروح الطاهرة على جسد النبي المصطفى فيحيى سيدنا الآن محمد الآن في هذا اليوم الجمعة هو حي حياة برزخية وتبلغه صلاتنا وسلامنا عليه بأسمائنا وأسماء أمهاتنا يوم الجمعة نركز على سنة النبي المصطفى وكأنه معنا فأنا أدلوكم الآن أيها الأحباب الكرام إلى هذا المشهد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو درس يسمى تصحيح النية تصحيح النية انطلاقا من الحديث النبوي الشريف إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة